اشتركوا في القناة مشروع لتفكيك مفاصل الدولة في الجزائر المشروع هذا بدأ ابتداء من 2013 2013 بدأ المشروع لما كان الرئيس بوتفليقة في فالدوغراس المريض ورح زاروا عبد الملك سلال وقائد الأركان نائب وزير الدفاع المرحوم جيد صالح لما رحوا زاروه في فالدوغراس ثم اللي جابوا من عنده الضوء الأخضر لتطبيق المخطط المخطط الذي تم تحذيره في غرف مظلمة في غرف ضيقة ساهم في إعداد هذا المخطط الفتاك مجموعة من الخبراء الخولة نعم خبراء خولة والمشرف على هذا العملية للأسف الشديد هو شقيق رئيس الجمهورية سعيد بوتفليقة لأنه سعيد بوتفليقة كان الهدف انتاعه بالمناسبة سمحوا لي نعزي عائلة بوتفليقة في وفاة شقيقة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة طبعا وشقيقة أخويه السعيد وناصر شقيقة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة توفات قبل قليل حسب ما بلغني الآن في رسالة توفيت شقيقة الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة رحمها الله برحمته الواسعة طبعا هي كبيرة قالوا لي أكثر من ثمانين سنة بعد طبعا مرض عضال إذن رحم الله المرحومة شقيقة الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة ونتقدم بالتعازي الخالصة لعائلة بوتفليقة في الجزائر أو في ولاية لمسان أو في باقي بقاع الوطن أين توجد عائلة بوتفليقة إذن بالعودة للموضوع قلت أن المؤامرة هذه التي تم التخطيط لها في غرف مظلمة تحذيرا لما بعد عبدالعزيز بوتفليقة لأن عبدالعزيز بوتفليقة في 2013 كان في وضع صحي خطير كان أصيبه بنوبة يعني إفقارية اللي ألزبته الفراش وفقد كثير من تحكمه في زمام الأمور حتى في جسمه إذن أصبحت العصابة التي كانت تخطط تفكر فيما بعد بوتفليقة ما بعد بوتفليقة لازم لهم مخطط يكسر الدولة العميقة يكسر المؤسسة العسكرية يكسر جهاز المخابرات بالخصوص لأنه حبينا ولا كرهنا هذه حقيقة صانع الرؤساء وصانع الزعماء في الجزائر أو في العالم الثالث ككل هي المؤسسة العسكرية وهي جهاز المخابرات بالخصوص سواء في الجزائر في مصر في الدول العربية سواء في الدول العالم الثالث حتى في العالم كله حتى في العالم كله الآن بعد أيام انتخابات رئاسية في فرنسا المخابرات الفرنسية هي التي تخطت وتحذر الرئيس القادم هذه الديمقراطية وهذه كل الأخرى هذه تحسين حاصل تأتي كنتيجة لعمل جبار تقوم بها أجهزة الاستعلامات أجهزة المخابرات في فرنسا أجهزة المخابرات في فرنسا تعمل منذ أشهر ومنذ السنوات على تحذير الرئيس القادم من خلال وسائل الإعلام يعني بين من خلال نشطاء سياسيين من خلال ألانب يدخلوها في السباق لتكسير اللعب من خلال ومن خلال ومن خلال أمور كثيرة إذن في فرنسا في أمريكا في كل دول العالم المخابرات هي التي تصنع الحدث وهي التي تعين الرؤساء لكن في الدول المتطورة في الدول المتطورة أوروبا وأمريكا عندهم أساليب ذكية نتيجة خبرة نتيجة تحكم في زمام الأمور لأنهم يستعملون أساليب إعلامية تكنولوجية حديثة لتغطية على لعب أو على لعب أجهزة المخابرات أجهزة المخابرات من تظهرش مليح مليح لكنها حاضرة في كل مكان وكل زمان بينما في الجزائر ولأن التحكم في وسائل الإعلام والتكنولوجيا ضعيف وضعيف جدا مع دناش إعلام واتصال دائما الموس ممسوح في جهاز مخابرات القبار وصل للجزائر العاصمة ووهرا جهاز مخابرات ها هو السبب المطار صرت فايضانة في ببلويد مخابرات تريق تشقت لوتوروت تشقت جهاز مخابرات دائم طبعا هذه نظرية الخباس زيت زيت وجمعته والخول إذن المخطط تعي سعيد بوتفريقا ومن معه كمال كانيش والجماعة وكذا كنقول كمال كانيش والجماعة يعني هذا هو أذناب أذناب قيادة الأركان السابقة القايد صالح الله يرحمه اللي بصراحة يعني إنسان جاهل وأمي لعبوا بيه وعطاه له مخطط تفهم ما هو السعيد لتقاسم السلطة لأنه بالنسبة ليهم تقاسموا السلطة السعيد تفق مع القايد صالح قالوا شوف جمعت على المخابرات رامي يلعبونا في راييراي وحابين يخرجونا كامل حابين أنت يخرجوك تقاعد ياسي القايد صالح وخويا السعيد عد عز بوتفريقا راح ينحوهم الحكم ويجيبوا واحد من توعهم ممكن يجيبوا أو يحيا ممكن يجيبوا أي واحد رئيس جمهورية ويمسحونا في فامنا إذن الحل اللي وراه هو أننا نتغدوا بهم قبل ما يتعشوا بنا قالوا اوكي ما كاش مشكلة لأنه القايد صالح الله يرحمو كان يهموا يبقى في الكرسي ما يهموش معامل لأنه أعطاه عهد العبد العزيز بوتفريقا أنه معاه إلى الممات حتى يموتو كيف كيف هم بعد كي تقلبت الأمور تقلبت الأمور وباينه وش صرا إذن المخطط اللي يصراه في 2013 سعيد بعث مرسول الخوة قالوا ها وجايك فلان وفلان لأنه لأنه القايد صالح الله يرحمو معاه سلال قبل ما يروحوا العبد العزيز بوتفريقا الله يرحمو في فالديقراس كان سعيد راح ليه ورتب الأمور قالوا هام جايينك الجماعة وش يقولوا لك هذك هو أمور قداء قداء أنا متفاهمين وافق تصور قدام قدام الكاميرا وقول بيان وصفق وصلت كنبي خلينا ندب الرأسي قالوا اوكي راحوا ليه تفاهموا عليهم وش تفاهموا تفاهموا على أساس أنهم يكفكوا جهاز مخابرات أول خطوة وش بدأت مثل ما قلت لكم سابقا وهي إلحاق مديرية الأمن العسكري الدي سياسة اللي هي القوة الضاربة في المؤسس العسكرية ككل وجهاز المخابرات بالخصوص القوة الضاربة إلحاقها بقيادة الأركان حطوها تحت قيادة الأركان وحبسونا تعيين اللواء لخضر تيرش مول العمارة تعيينه على رأس الدي سياسة ومثل ما شرحت لكم السيد ما عنده حتى علاقة جابوهم الأرشيف جابوهم الأرشيف بالغبرة نضعوا عليها الغبرة وحطوه هاي يا رواح انتال أخضر تيرش تمودي المخابرات جاب جماعة اللي معاه اللي معروفين مثل ما حكيتكم المرة السابقة جاب كامل كانيش جاب أسامة طنباسمينة جاب جماعة جاب فلانجلا المهم واحد مجموعة وبدأوا المخطط بدأ في 2013 2013 في 2013 كان لازم لهم واحد واجهة سياسية بالدوزير لازم لهم واحد بغل ويطبق الأوامر ودائر هاك ويمشي يضربوه قال مشي حبس حبس دور دور أطلع أطلع جابوا واحد اللي هو ابن المخابرات عميل المخابرات لأنه مخابرات يلي صنعاته يلي رجعته راجل وهم اللي رجعوه نقابي ورجعوه سياسي ورجعوه نائف البرلمان لأنه تتكلمتكم في وقت سابق أنه الذي صنع من عمار سعداني الرجل السياسي هو العقيد الهاشمي كان واحد اسمه عقيد الهاشمي الكوماندون الهاشمي كان هو اللي حاكم الأمن في واتسوف هو الذي صنع وهو الذي لمع عمار سعداني لما كان في واتسوف في نفطال كان بومبيس خدمته في نفطال بومبيس يخدم في النقابة ويتكلموا كذا وكذا وكذا هو اللي طلعوا في حاسم السعود في كذا وبعد والنقابة الوطنية وبعد كذا لا فلان اللي صنع عمار سعداني هو العقي هو الرائد الكوماندون الهاشمي اسمه الهاشمي نظن ما زال على قيد الحياة تخرج تقاعد روترات لكن موجود هذا الهاشمي هو نصنع عمار سعداني إذن عمار سعداني هو من صنيعة المخابرات الجزائرية هو من صنيعة العلبة السوداء ويعرف أمور طبعاً لأنه كان محتك بجماعة الدولة العميقة الجماعة تعدي سياسة كمال كان يشو الأخضر لازم أنه وجه يكون معروف ولازم أنه واحد اللي نقدره نسيطر عليه ونتحكم فيه بالدوزير إذن عمار سعداني عمار سعداني يعطى له المخطط ما هو المخطط؟ المخطط الذي من خلاله يجب أن نفكك جهاز المخابرات هو مخطط شعاره الأساسي مدنية وليست عسكرية هذا هو المخطط المخطط مشاء بكلمة مدنية أولى من العسكرية مدنية الدولة وكأننا كنا عايشين في كازيرنا ثكنة لكننا نحن كنا عايشين في دولة مدنية طبعاً ودستور وقانون وكذا كلمة الدولة المدنية وليست عسكرية بدأت في 2013 بعد تفكيك جهاز المخابرات بعد إلحاق الدي سياسة لقيادة الأركان وتعريت الدياراس استعداداً للمرحلة القادمة وهي حل الدياراس حل تم طبعاً بدأ بخطوات حل مصلحة نقاط الحساسة حل مصلحة حل مصلحة حل مصلحة وبدأ التفكيك بالعقل الضرب بالعقل جيقوا حطوه شاقور ويضرب قد قطعوها أطراف 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 كلام هذا اللي أقول لكم فيها أنا قلته قبل وشرحته لكن وجدت واحد الفيديو وصلني من عند أخ نحييه بالمناسبة اللي يؤكد ما أقوله يؤكد الكلام هذا اللي أقول لكم فيه لأنه نقول لكم كان مخطط ماشي كذا 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 بالتنسيق مع جهات في الخارج لأنه نقول لكم كان تنسيق ما بين الخوانة داخل الوطن وما يسمى بالمقاومين خارج الوطن اللي أصبحوا في مبعد إرهابيين مطلوبين دولياً الخوانة في الخارج هؤلاء كان بينهم تنسيق من 2013 من 2013 في تلك الفترة كان خنزير باريس على علاقة طيبة جداً مع سعيد بودفريقة وكان يمول فيه وكان يعطي له في الدراهم ويقذا ويعاون فيه ويبعث له في جماعة ويبعث له في أمان تخلص له الساتيليت وكذا 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 اللي يسمى على اسمها أمال تيدي سأعودني الموضوع فيما بعد بإذن الله إذن أمور بدأت من 2013 هذا الكلام اللي أقولكم فيه خلونا نسمعوا هذا الفيديو ونعودوا نرجعوا للنقاش أسمعوا معي هذا عفوا الآن سمحوا لي كأن من كلمة الدولة المدنية حلوكتها طرحت المسألة هذه على السعيد النظري وعلى السعيد السياسي وكذا والقانوني معروفة الدولة المدنية نعم بسعى للسعيد الجزيرة متى طرحت طرحت سنة 2013 من طرف الأمين العام الأسبق يا لا ما أقول السابق لجبال تحرير وطني بإعاز من أطراف محينة وربطت مسألة إعفاء سيد فريق الدين من المهمة اللي كان فيها وكأنه كان نظام حسكري وإبعاد رأس دياريس يحول نظام إلى نظام مدني يعني واحد المفارقة المهم الآن الشي اللي جديد الشي اللي جديدة أنه التنظيم هذا دياريس اللي كان يشتغل على مستوى المؤسسة كان يجند الانتخابات كان يعترض ويزكي لأشخاص كان عندهم وجود على مستوى مختلف المؤسسات الآن قدرون قلوب اللي ضبطت مسألة التدخل وفقاً كما جاء في المراصيم اللي بمقتضاها السيدة الجمهورية ولكن أنا بالنسبة لي الدولة اللي تجري الانتخابات و فيها الدستور والدستورية حتى بدور المؤسسة العسكرية هذه دولة مدنية لأنه تنصيها حتى في النظمة الدستورية كما يسمى بالدكتاتورية الدستورية يعني الدستورية ويوضع على مقاس رجل كما موجود بعض الأنظمة على مقاس رجل ولا على مقاس عشيرة ولا قبيلة داخل مكونات هذا المجتمع أو ذاك هذه تولي دكتاتورية شخص أو دكتاتورية قبيلة أو عشيرة دكتاتورية دستورية إذن قبل قضية الدولة المدنية يجب أن نظرها بجانب ثقافي حضاري مدني قضية المجتمع المدني قضية السلوكات تعالى الناس قضية الرقب ما نرتغل التغيرات عن مستوى المؤسسة العسكرية لا المؤسسة العسكرية لكن نتكلم عن المؤسسة العسكرية عدد دستور دستورة حدد مهمتها حدد الأدوار لصية عدد دخل في القرار السياسي الأمريكي البتاجون عنده دور كذلك في القرار يتخذ على مستوى ولذلك العسكري مش بعيد ولكن دور العسكري السياسي مات يكون لما تكون الأمور مستقرة في المجتمع وفي الحدود تاعه المستقرة رأوا السياسي مارس في الصلاحية تاعه لما يكون فيها أمور تمس بالاستقرار الداخلي على المجتمع ولا بالاستقرار المحيط على المجتمع هنا يأتي دور التنسيق بين السياسي والعسكري لإنقاذ الوضع ولذلك أنا أقول بين المدني والعسكري عدنا في الجزائر الوضع اللي كون سيد داخل المجتمع وإلا تجيلي في سنة تسعينة القرار الماضي وتقولي لا العسكري لازم يدخلوا لكازان ويقولوا كوش تخليه في الكازان ويش تخليه في شارع إلا تقولي العسكري دخلوا لكازان ويقولوا كوش تخليه في شارع خلي معناه أناس اللي حبوه حولوا المجتمع إلى وضعي آخر لذلك أنا أظن بلي هذه المسألة مرتبطة بالنضجة على المجتمع حتى الآن قيادات العسكرية في الجيش تعرف دور ديرها جيدا تعرف بأنها مهنية تعرف بأنها مهمتها وتحرص على ترقية دورها إذن كما سمعته معايا هذا رأي خبير في الدستور خبير في القانون الدستوري وهو عضو المجلس الدستوري السابق عمار الخيلة عمار الخيلة هذا أستاذ جامعي أنا ممكن نختلف معاه في بعض الأمور ممكن نتفق معاه وعندي آراء طبعا كطالب عنده لأنه أستاذ جامعي كتلميذ عنده ممكن نختلف معاه في بعض الأفكار السياسية ممكن في بعض الآراء لكن هنا رأي أتكلم كرجل دولة تكلم كرجل دولة ويطرح إشكالية اللي تكلمنا عليها وهو أنه قضية مدنية وليست عسكرية هي مؤامرة أو قال لك باللي تم تكليف عمار سعداني بهذه المهمة القادرة بتخطيط من جهات معينة أنا أشرحكم جهات ممكن عمار أرخيلة ما نقولش ما ما نقولش ما عنده شجاعة ولا لكن عنده تحفظ لأنه هو طبعا كمسؤول سامي في الدولة كان عضو مجلس دستوري وهو أعلى هيئة قانونية دستورية في البلاد من واجب التحفظ لا يستطيع أن يقول ما أقوله الآن لا يستطيع أن يقول ما أقوله الآن لكن هو معنى وضح المؤامرة بدأت في 2013 بعد زيارة سلال والمرحوم قاية صالح إلى فالدغراس اللي جابوا قرار تفكيك جهاز المخابرات في يديهم وجابوا قرار إلحاق مدرية أمن الجيش الدي سياسة بقيادة الأركان وجابوا قرار خارطة الطريق تكليف عمار سعداني تكليف بعض وسائل الإعلام تكليف بعض القنوات بعض الصحافيين بالضرب بشاقور في مؤسسات الدولة وفي رجال الدولة لأنه لا نستطيع بناء دولة لا نستطيع بناء جزائر جديدة لا نستطيع بناء قرية بالتشكيك في حاضرها مجرد التشكيك في حاضر هذه الأمة في حاضر هذه الدولة يدفعنا للتشكيك في تاريخها أنا عايش في 2020 ولا 2019 تقول لي أنه جنرال بن حديد عمره ما دار ثورة عمره ما دار ثورة وعمره ما كان مجاهد وأنا كمواطن جزائري من موليد ستينات من اللي شفيت وأنا نشوف باللي الجنرال بالحديد قائد عسكري وصل إلى درجة قائد الناحية العسكرية الثالثة وصلت نشوف الفريق توفيق ضابط المخابرات وصل أنه مدير المخابرات لمدة 25 سنة وبعد كي يجيني واحد قيات قيات كان نقابي وا 걸حاق والسيد هذا عمره ما دار الجيش وفهم هناك والاسيد هو فيه وعليه وبعد ينقذو ناس أخرين أخيراً يقول لأ واحد كان مقدم في الجيش ولم يمكن أن يحدث في المؤخرات ولم يinen يقول بpm هذا عمره ما دار الجيش هذا عمره ما مسجم يقول لي ويركي أنه الله ан встретئật وما همش وطنيين خوانة وهذو ناس شاركوا في تهديم الدولة وهذو ناس شاركوا في فتنة في الدولة وش رح تنتظر مني رح تنتظر مني أنني نشكك في الأمير عبد القادر نشكك في مصالي الحاج نشكك في شيخ بوع ماما نشكك في العربي بن مهيدي نشكك في زيروت يوسف نشكك في بن بول عيد نشكك في ربح بيطات نشكك في كل المجاهدين والشهداء معنات هنا نقول يا بن عمي أنا شفت بعيني بن حديد حسين بن حديد شفته بعيني وقالوا لي ما هوش مجاهد أنا شوفيه قائد ناحية العسكرية الثالثة شوفيه بعيني قائد ناحية العسكرية الثالثة ومن بعد كي يجي واحد يقول لي آه راك خال صيدا راها مش مجاهد بطرع فيك راها ولا قائد ناحية واحد كان رب تزاير شبح اللي اسمه الفريق توفيق كان يحكم في تزاير وهو يعني بالمفهوم المعنوي دياراس كانت هي التي تسير شؤون الدولة خمس وعشرين سنة وإحنا نشوفوا بلي هذا مجاهد وبطل وصنديد وأسطورة في تاريخ الجزائر وأمور كثيرة وبعد كي يخرج لي واحد تيزانا تيطيت يقول لي بلي هذا يا كان يصلح في البابور معنات هنا كيفش تحوسني يصدق بلي العربي بالمهيد يشاهد كيفش تحوسني يصدق بلي زيروت يوسف شهيد كيفش تحوس تخليني يصدق بلي مش عارف نديدوش مراد شهيد وحارب الفرنسا معنات هنا نقول آه وهذا وكذا يكذبوا علينا فرنسا عطتنا الاستقلال فرنسا دارت في نمزية عطتنا الاستقلال وقدت انهاكم ورحوا قدمين معتها التاريخ كله مزور إذا كان الحاضر الحاضر يا دين السماء أنا هذا كاس قولي لا هذا مش كاس هذا قرفية يا رب نشوفي لا لا قرفية لونها أزرق فراك شعورتي قرفية معتها مش عارف شسموه تموه معتكم في بلادكم في العاصمة وفوهن المهم نسموها طاس هذا طاس تحب بلاستيك لونه أزرق يا رب نشوفيه كاس أبيض كاس أبيض فيه الماء لا لا ما شوف فيه ماء يعني نقول لك هذا طاس أزرق وفيه البن كاس ولا طاس على الله تلفتوها لي معلتها انت كي تجي تقولي بالي كاين في واحد القرن كاين واحد الحيوان اسمه الديناسور نقول لك ها ما تبدأش تطيطات عليها ما تبدأش تربب عليها أنا كاس قدامي شككتني فيه كاس تقولي طاس قدامي تحوصي نآمن لك أنا يا بالديناسور هاكون عاقم ما تقنعش واحد بالي كاين ديناسور وانت قدامك كاس تقول له طاس تقنعني بالي كاين واحد اسمه الأمير عبد القادر واحد اسمه ابن باديس واحد اسمه العربي ابن مهيدي واحد اسمه ديدوش مراد وزوروت يوسف تجي تقولي على ناس اللي مش تهمش وانبعدك تجي تقولي بالي كفاهم ما تقنعنيش أنا واحد قدامي تقولي بالي مش مجاهد حركي وخائم يتعامل معاجهات أجنبية وانبعدك تجي تقولي فهمت من بدات المؤامرة فهمت من بدات تحتيم الدولة ومعدك يجي كواحد رئيس بلدية أهم بلدية في الجزائر رئيس بلدية الجزائر الوسطى يقولوا له أرواح هاو ش تقوله قول باللي مخابرات هي اللي كتتقتل مخابرات هي اللي كتتضرب بالحجر مخابرات هي اللي كتتتحطم في البلاد مخابرات هي اللي كتتدير ويتفاهموا معا الصحافي يقولوا شوف انقزوا انقزوا كيل حمار وخليه يزعرت وديرونا السينيما في البلاد وصبوا المخابرات صبوا طرطاق صبوا الطوف ويقصبوا رجعوا مخاوانا ما يسواوش رجعوا مخاوانا خلونا نسواه يحكموا منصب تاخني سوا عشري سناء تعني مخابرات هوما لي كانوا منذها بالبالحجر مخابرات هوما لي كانوا منذها بالبالحجر مخابرات هوما لي كانوا منذها بالبالحجر هوا منذة Democratic CMS 1980 d До mur هوا منذ ملي زي تعاكمه هوا منذ Viele زي dit شكون هم؟ قلنا شكون هم؟ هذه الناس من كانوا يحكني هم الافيضانات هم الذي دلوا القبار هم الذي دلوا الاذفذفي ايا شكون هم؟ حان شيطته يلعب 9 أشغال يغلق عندما تدخل يخوه هادك يا أموح شكون هما يا اخو؟ يا الطحان كانوا يغلق انت الله يذلك اذا انت صحافي اتُلتر طاق؟ شكون؟ ضغطك سيل بروه سيلانا انه درعلا الناس ليس من خلال امر الناس وماشوا كيف صالح لي يقول لك اللي يميخ مدرسك شفتو كفاش الفيلم المخطط بدأ في 2013 وماشي خطوة 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 جابوا سعداني جابوا كذا جابوا القيار جابوا كذا رئيس بلدية الجزائر الغسطى جابوه قالوا شوفها بطاش عندنا حوالي 40-50 ملف عليك في العدالة قضية العقار وقضية اللي بيعتهم تحت الطابلة والرشوة وكذا 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 نمس حولك كلش نحينا قاع قسم هذه المشاكل اللي عندك قنع ارموها الوي ارواح شوف ارواح شوف هذه الملفات اللي رهم قدامنا وجبدوهم الملفات ارواح شوف ايه ارواح شوف ايه ايه قطعهم هو كيل بغل يحسب روحوا بلي صح قطعوا له الدوسيات بطاش يحسب روحوا رهم قطعوا له الماضي يتاعوا وخلاص وممعبوش بلي الوريجنال راهو مخبي تحت الاخر الملف الاصلي راهو مخبي تحت قطعوه يجب دولو مثلا لطفي اللي كان العقيد لطفي التعجيدي سيري رعاية الوريجنال ارواح بطاش شوف دوسي تعكدك تشوف فيه تعلا فاردوك اللي بيعت ليزو 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 اللي لطير وذيك الرشوة هكتشوف هم قدام لك هيا نقطعهم لك انا قدامك وانحرقهم صحيح مرتاح يقولوا مرتاح روح الحناشي انا متفاهمين معاه ودير معاه اسا وضرب لا تخلي احتوح كذا؟ 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 بطاش لأنه بغل ولأنه مقودينه من وذنه ولأنه ديرها للنيف يروح يطبق الاوامر لأنه قبل ما يطبقوا الاوامر كان يحم يسبح بحمد توفيق لأنه هذا بطاش هذا المخنان المنتن كان كيسمع كلمة التوفيق يركع ناظر لكم بناء المعلومات الرسمية مش هاني نقول يالولي مش هاني نقول راني نتخير نعطيكم معلومات رسمية بطاش هذا كي يسمع التوفيق يركع يعزبه ربي لانه ما 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 يصلي ما يصوم يعرف ربي كي يسمع التوفيق الحزبه هو الرب يصلي له يركع عنه كي طارح التوفيق و كم يقولوا تنحى التوفيق عايطول وجماعة لطفة وجماعة عقد لطفة تعجيدي سيال يراو في الحبس وياسين وفلان وفلان فلان عايطولو رواح روح سب الرب اللي كنت عبد فيه يعني اذا صار له كما لا يمثل كما عمر بالخطاب لا يمثل اللي يخدم رب من التمر و كي يجوع ياكم ربو اللي كان يعبد فيه التوفيق كي جاع وخوفو ولا يكون فيه ولا يكون في التوفيق تعو ربو ولا يكون فيه لانه ما عدمش مبادئ ما عدمش اخلاق ما عدمش مواقف وبعد يروح عند واحد في بلاتو يلعبها مع البلوش حناشي يعني لحنش اللي ما عنده لا دين لا ملة يعني الساقط الرخيص الرخيص من بكري مش روي يجيل من بكري لكن زاد ولا رخيصة كتر بركة ولا يعني كي يشيفون اللي يجي العبية يعايطولو قولوا شوفوا هو يجيوا كده وتنقزوا كي يقول لك كده وكده قال ايه وشكون هو على بالو بليره هو يقصد التوفيق سعي يقول له وشكون عجبني حميدة عياشي كان شايد سابع واسكت ما سمعتوا شوش قال حميدة عياشي لانه وش كلي معاتش بلاتو كان حميدة عياشي ياخي اللي منش غارض ايه حميدة حميدة نظن والله وش كون هذا كان يشوف من ايه وقل حميدة المهم كان شايد سابعوا يعني بش شوف النذالة والرخص والطحين والذل انهم يجيبوا اسماء مثل هذو عرئيس القراقوز ويتهجموا على الناس بدون قناعة لانه الناس هذول كون عندهم قناعة سواء العربي الشريف البارح طحان الخيس او هذيا بطاش او غيروا او سعداني لا راهوا رب راهوا هاربوا وخرجوا له حتى امر دولي بالقبض على ابنه في قضية في اسكيك ده عنده قضية فساد مالي وكذاك ده راهيب في اسكيك ده مخرجوا له امر دولي بالقبض مع انتما يدخل لهوا لولادو لمرتو لدنيا قره مقع هاربين نهاية هاي موت كي كلب مرميك شموين هذو لو كان جات عندهم قناعة ولو كان جاور جال الان في الفين واثين وعشرين يخرجوا ويقولوا باللي هذو بالفعل ما مش مجاهدين وهذو خوانة توفيق هذا خائن وما مش مجاهد والجنرال بن حديد حسين بن حديد خائن وما مش راجل وجبار مهنة ثاني خائن وما مش راجل وقعتي اللي كانوا يهدروا عليهم في الفين وخمستاش ستاش سبعتاش تمانتاش تسعتاش خمس سنين وما داخلين عليهم بالشاقور يروحوا يهدروا ذرك واش ما يهدروا ذرك؟ واش تغير؟ تغير وان؟ يل كانك راجل يبقى اهدر ذرك؟ عندك مواقف لازم يكون عندك مواقف لازم يكون عندهم مواقف ما تتغيرش انت كنت تسب في واحد تقول باللي هما تسبت ترك تقول بالمخابرات اللي كانت تقتل وهي كانت تضرب بالحجرة وهي كانت تقول اروح قول هذرك بطاش نتحدى الرويجل انت عهاب تحناشي يعاود يدير حلقة جديدة ويجيب فيها بطاش ويقول لكلام كنت تقوله قبل نتحدى اله وراجل ونتحدى سعاد عزوز واخوها في قناة النهار يعاود ويجيبوا العربي الشريف ويجيبوا سبوت السيناتور ويجيبوا بعجي ويجيبوا هلك الأستاذ انت قالتبون يهودي نتحدىهم الى هم رجال ولا نساء اي واحد في قناة النهار لهم رجال نتحدىهم ينظموا نفس البلاطو ويجيبوا نفس الضيوف ويقولوا نفس الكلام اللي كانوا يقولوا فيه لهم رجال أو لهم نساء و نتحداهم يديروا بلاتو و يجيبوا ياسر العرابي أو يجيبوا حمد حافسي أو يجيبوا عثماني محمد اللي هم صحفيين صغار مساكن و يستضيفوا السعيد بن سديرة و يقولوا بن سديرة عاود قول الكلام التي تقول فيه في 2014-2015 هيا يكونوا رجال عاودوا يجيبوا بن سديرة و يقولوا لكن قراجل عاود قول باللي ترتاق مووش غير كفة بش يكون مودي المخابرات و عاود قول أنه البلاد دخلة في حيات و عاود قول أنه حل الدياراس خطأ فادح هيا نتحداكم كنوا رجال لأنكم على بلكم بلي بن سديرة راجل و مواقفه ثابتة ما قاله في 1990 سيقوله في 2022 بعد 32 سنة أنا في 1990 قلت له و كان نكون نحكم في البلاد هذه 20 مليون نمحي الراسة تعدين والديهم الحلوف بالحلوف هذا الكلام قلتونا في 92 و في 90 كيف بدأت التعددية الإسلامية أنا قلت له نمرة بالتعددية الإسلامية هذية تعدد للأحزب السياسي أنا قلت بتعددين 1990 قلت هالقاصدي مرباح الله يرحمه قلت له ياسي مرباح رانا داخلي في حيات هايشار هذا مش تعددية لماذا نحكيكم قصة ناصراتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر